السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة بإذن الله هنتكلم عن شخصية من أهم الشخصيات في القرن العشرين وهو الملك فيصل ملك السعودية فهنعرف اتولد امتى وفين وإزاي كانت نشأته وإيه سبب زيارته لبريطانيا وهو عنده 13 سنة بس وإيه هي أهم المعارك اللي اشترك فيها مع والده الملك عبدالعزيز وإيه هو دوره في الحرب السعودية اليمنية عام 1934 وهنعرف سبب خلق آل سعود للملك سعود ابن عبدالعزيز وتولية الملك فيصل ابن عبدالعزيز مكانه وسبب العدوى اللي كانت ما بين الملك فيصل ابن عبدالعزيز والرئيس المصري جمال عبدالناصر وهنتكلم عن دور الملك فيصل في حرب أكتوبر عام 1973 وهل فعلا كان قراره بقطع البترول عن الولايات المتحدة الأمريكية أثناء الحرب بسبب نصرة العرب والمسلمين والذي كانت مصرحية ما بينه وبين الولايات المتحدة الأمريكية علشان يتم زيادة سعر البترول وكمان علشان يتم ربط سعر البترول بالدولار وهنعرف إيه هي أهم إنجازات الملك فيصل ابن عبدالعزيز والذي تم اغتياله على إيد ابن أخوه الأمير فيصل ابن مساعد ابن عبدالعزيز وتفاصيل تانية كتير بس بسرعة كده اشترك في القناة وفعل زر الجرس وأحلى كوباية شاي وركز معايا أسس السعود بقيادة محمد ابن سعود والشيخ محمد ابن عبدالوهاب أول دولة ليهم وهي الدولة السعودية الأولى وعاصمتها مدينة الدرعية عام 1744 ميلادية لكن الدولة دي سقطت على إيد والمصر محمد علي باشا وابنه إبراهيم باشا بأمر من الدولة العثمانية لكن قدر الأمير تركي ابن عبدالله قال سعود إنه يهرب لما هجمت قوات إبراهيم باشا على الدرعية وبعد فترة قدر إنه يسيطر على الدرعية والرياض ونجد وغيرها ويأسس الدولة السعودية التانية عام 1824 ميلادية ومع مره الوقت بدأت تضعف الدولة السعودية التانية بسبب الخلافات اللي حصلت ما بين أبناء الإمام فيصل ابن تركي قال سعود وعلى الناحية التانية كانت ظهرت إمارة الرشيد أو إمارة جبل شمر ودي كانت تابعة للدولة السعودية لكن زادت قوتها بشكل كبير وقدرت إنها تهزم الإمام عبد الرحمن قال سعود في معركة حريملاع عام 1891 ميلادية وتسيطر على الرياض وبكده تسقط الدولة السعودية التانية ويروح الإمام عبد الرحمن السعود وابنه عبد العزيز يسفروا للكويت وفي الكويت بدأ يستعد الأمير عبد العزيز السعود علشان يسترد الرياض مرة تانية من الرشيد وفعلا قدر إنه يسترد الرياض بعد ما انتصر على قوات الرشيد في معركة القصر وأسس الدولة السعودية الثالثة وعاصمتها مدينة الرياض عام 1902 ميلادية وبدأ يتوسع بدولته وفي الفترة دي اتجوز الأمير عبد العزيز السعود زوجته طرفة بنت عبد الله آل الشيخ اللي بيمتدي نسبها للشيخ محمد بن عبد الوهاب اللي شارك في تأسيس الدولة السعودية الأولى وفي الرياض عام 1906 تخلف طرفة الابن الثالث لأمير عبد العزيز السعود واللي راح سماه فيصل على اسم جده فيصل ابني توركي آل سعود اللي هو يعتبر أقوى أمراء الدولة السعودية التانية لكن بعد ست شهور من ولادة الأمير فيصل ابن عبد العزيز آل سعود ماتت أمه طرفة وتولى تربيته جده والد أمه عبد الله آل الشيخ اللي هو كان زعيم الدعوة الثلاثية في نجد وجدته هايا المقبل وتعلم الأمير فيصل ابن عبد العزيز كتير من أمور الدين على إيد جده عبد الله آل الشيخ وبعدها راح لمدرسة ابن مصيبيح في الرياض وهناك تعلم القراءة والكتابة وختم القرآن على إيد الشيخ محمد ابن مصيبيح وكان سنه وقتها أقل من عشر سنين وكان الملك فيصل طويل طوله حوالي 180 سنطي لكن كان جسمه ضعيف ونحيل يعني رفيع وكان مقرب من والده الملك عبد العزيز وعلشان كده اتعلم منه كتير من أمور السياسة وعام 1917 تحصل معركة ياطر ما بين الدولة السعودية وإمارة الرشيد وراح الملك عبد العزيز خد ابنه فيصل علشان يشارك في المعركة ويكسب خبرة ودي كانت أول معركة يشارك فيها الأمير فيصل ابن عبد العزيز وكان عنده وقتها 12 سنة بس وانتصرت للدولة السعودية في المعركة دي على إمارة الرشيد وبعدها شارك الأمير فيصل ابن عبد العزيز مع أخوه سعود ابن عبد العزيز في معركة الشعيبة عام 1919 ميلادية وحققوا فيها انتصار على قوات الرشيد وفي الفترة دي كانت انتهت الحرب العالمية الأولى بانتصار قوات الحلفاء بقيادة بريطانيا وفرنسا على قوات المركز ألمانيا والامبراطورية النمسوية والدولة العثمانية وراح ملك بريطانيا جورج الخامس بعد دعوة للملك عبد العزيز علشان يحضر الاحتفال اللي عملها بريطانيا عام 1919 ميلادية بمناسبة مرور عام على انتصار قوات الحلفاء على قوات المركز في الحرب العالمية الأولى لكن الملك عبد العزيز كان مجغول بحروبه داخل الجزيرة العربية فراح بعت ابنه فيصل علشان يمثل الدولة السعودية في الاحتفال وفعلا سافر الأمير فيصل ابن عبد العزيز لبريطانيا وبعدها راح لفرنسا وكان عنده وقتها 13 سنة بس والمعارك والزيارات دي خلت الأمير فيصل ابن عبد العزيز يكسب خبرة عسكرية وسياسية ولما رجع الأمير فيصل كانت إمارة الرشيد ضعفت بشكل كبير وما بقتش بتسيطر غير على مدينة حائل وعام 1921 يشارك الأمير فيصل في جيش والده الملك عبد العزيز اللي بيحاصر حائل واللي استمر بيحاصرها لمدة 55 يوم لحد ما اضطر الأمير محمد بن طلال آخر أمراء الرشيد أنه يستسلم للملك عبد العزيز وبكده سقطت إمارة الرشيد بشكل كامل وراح الملك عبد العزيز السعود اتجوز جواهر بنت محمد بن طلال الرشيد اللي هو آخر أمراء الرشيد زي ما قلنا وكمان جوز أختها الصغيرة وطفة لابنه الأمير مساعد ابن عبد العزيز السعود وعايزكم تفتكروا الاسمين دول كويس الأمير مساعد ابن عبد العزيز السعود وزوجته وطفة علشان حنحتاجهم في الأحداث اللي جاية المهم عام 1922 يحصل تمرض في عسير بقيادة حسن العائد وعسير وقتها كانت تابعة للملك عبد العزيز فراح الملك عبد العزيز السعود بعد جيش مكون من 6000 مقاتل بقيادة ابنه فيصل ابن عبد العزيز والأمير فيصل وقتها كان عنده 16 سنة وفعلا قدر الأمير فيصل ابن عبد العزيز أنه يدخل عسير ويسيطر عليها وهرب حسن العائد على تهامة وراح الأمير فيصل ابن عبد العزيز سحب السلاح من أهالي عسير علشان ما يشاركوش في أي فتنة أو تمرض مرة تانية ولما هرب حسن العائد لتهامة راح ملك مملكة الحجاز الشريف حسين بعت حملة لتهامة علشان تساعد حسن العائد ضد آل سعود فاتحرك الأمير فيصل ابن عبد العزيز بالجيش بتاعه وحصلت معركة أبهى وانتصر فيها جيش الأمير فيصل ابن عبد العزيز على حملة الشريف حسين وبدأت قوة الشريف حسين ملك الحجاز تضعف وعلى الناحية التانية كانت قوة الملك عبد العزيز بتزيد فيدر الملك عبد العزيز أنه يسيطر على مكة عام 1924 وبعدها سيطر على المدينة وراح حاصر مدينة جدة اللي هي آخر مدينة بيسيطر عليها الملك علي ابن الشريف حسين في الحجاز وشارك الأمير فيصل ابن عبد العزيز في الحصار لحد ما استسلم الملك علي ابن الشريف حسين وبكده سقطت مملكة الحجاز بشكل كامل وبإلقب عبد العزيز آل سعود سلطان نجدو الحجاز والمعارك دي زودت الخبرة السياسية والعسكرية للأمير فيصل ابن عبد العزيز وراح الملك عبد العزيز عام 1926 عينوا نائب ليه على الحجاز وعام 1927 عينوا رئيس لمجلس الشورى وعام 1932 يتم إعلان قيام المملكة العربية السعودية وعاصمتها مدينة الرياض ويروح الأمير فيصل ابن عبد العزيز يوقع مرسوم توحيد المملكة العربية السعودية بأمر من الملك عبد العزيز ويروح الملك عبد العزيز يعين الأمير فيصل وزير لخارجية المملكة ويزور الأمير فيصل ابن عبد العزيز الاتحاد سوفيتي عام 1932 علشان تكون دي أول زيارة رسمية لمسؤول عربي للاتحاد سوفيتي لكن ما كانتش علاقة الملك فيصل ابن عبد العزيز بالاتحاد سوفيتي علاقة قوية لأنه كان شايف الاتحاد سوفيتي دولة ملحدة وعام 1932 يحصل تمرد في إمارة الأدارسة اللي كانت تابعة للدولة السعودية وراحوا يتعاونوا مع ملك اليمن الإمام يحيى حميد الدين فراح الإمام يحيى حميد الدين سيطر على نجران اللي كانت تابعة لإمارة الأدارسة وقتها وكمان سيطر على أجزاء تانية من إمارة الأدارسة فراح الملك عبد العزيز بعد جيشين جيش بقيادة ابنه الأمير سعود وجيش تاني بقيادة ابنه الأمير فيصل علشان تبدأ الحرب السعودية اليمنية عام 1934 ميلادية ويدري العمير سعود انه يسيطر على نجران ويدري العمير فيصل انه يسيطر على جيزان وميدي والحديدة ووصل لحد صنعاء عاصمة اليمن لكن حصل الصلح ما بين ملك اليمن الامام يحيى حميد الدين والملك عبد العزيز وتم توقيع اتفاقية الطائف في 20 مايو عام 1934 والاتفاقية دي رسمت الحدود ما بين السعودية واليمن لكن ما تمشي الاعتماد الرسمي لترسيم الحدود ما بين البلدين غير بعد اتفاق جدة عام 2000 وفي الفترة دي زادت هجرة اليهود لفلسطين وبدأ الصراع ما بين العرب واليهود داخل فلسطين وشارك الامير فيصل ابن عبد العزيز في مؤتمر المائدة المستديرة عام 1939 اللي دعت ليه بريطانيا علشان يتم حل القضية الفلسطينية ورفض الامير فيصل ابن عبد العزيز والدول العربية مصر والعراق والاردن واليمن الجلوس مع الممثلين بتوع الوكالة اليهودية ورفضوا اختراح تأسيم فلسطين وفي الفترة دي كانت بدأت الحرب العالمية التانية واللي انتهت بانتصار دول الحلفاء بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة الامريكية والاتحاسو فيتي على دول المحور ألمانيا وإيطاليا واليابان وراحت دول الحلفاء دعت دول العالم علشان يشاركوا في تأسيس منظمة الأمم المتحدة وللهدف منها الحفاظ على السلام والأمن بين الدول فسافر الأمير فيصل ابن عبد العزيز لمدينة سان فرانسيسكو عام 1945 ووقع على مثاق الأمم المتحدة وبكده تكون السعودية من الدول المؤسسة لمنظمة الأمم المتحدة وعام 1947 تصدر منظمة الأمم المتحدة القرار رقمية 81 بتأسيم فلسطين ما بين العرب واليهود فعترض الأمير فيصل ابن عبد العزيز على القرار ده وطلب من والده الملك عبد العزيز أنه يقطع العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية لأنها كانت بتدعم اليهود لكن الملك عبد العزيز آل سعود ما نفسش طلبه وعام 1953 يصدر الملك عبد العزيز آل سعود قرار بتأسيس مجلس الوزراء السعودي وعين ابنه الأمير سعود اللي كان ولي العهد رئيس لمجلس الوزراء وابنه الأمير فيصل نائب رئيس مجلس الوزراء وفي مدينة الطائف عام 1953 يموت الملك عبد العزيز آل سعود واتم باعة ابنه الأمير سعود ابن عبد العزيز علشان يكون هو ملك السعودية وراح الملك سعود خلى أخوه فيصل ولي للعهد ونسيب السعودية ونروح على مصر لأن في مصر في حاجة بتحصل هيكون لها تأثير كبير في الأحداث اللي جاية في مصر أسس جمال عبد الناصر تنظيم الضباط الأحرار ويدر أنه يعزل الملك فاروق ملك مصر وكان جمال عبد الناصر بيكره الأنظمة الملكية وكان شايفها أنظمة فزدة ولازم يتم التخلص منها وده تسبب أن بقت فيه عدوة ما بين السعودية والرئيس جمال عبد الناصر وشاف الملك سعود ابن عبد العزيز أن جمال عبد الناصر بيمثل تهديد لنظام الحكم في السعودية خاصة بعد ما زادت شهر الجمال عبد الناصر وحصلت الوحدة ما بين مصر وسوريا وناس كتير حتى داخل السعودية اقتنعت بأفكاره القومية واللي هي البساطة أن الدول العربية كلها تتوحد تحت رايد زعيم واحد ونرجع مرة تانية للسعودية في السعودية عام 1957 حصلت أزمة اقتصادية بسبب الفلوس الكتير اللي كان بيصرفها الملك سعود زي ما بيقول الأمير طلال ابن عبد العزيز وكمان بدأ الملك سعود يبعد أمراء السعود عن الوجهة ويقرب أبنائه من السلطة والكلام ده قاله الكاتب محمد سهيل تقوش في كتابه تاريخ الجزيرة العربية وفي دمشق قال جمال عبد الناصر أن الملك سعود دبر مؤامرة لقتله وعرض 2 مليون جنيه استرليني على المقدم السوري عبد الحميد سراج علشان يقتله وعلشان الأسباب دي كلها اتجمع أمراء السعود وطلبوا من الملك سعود أنه يتنازل عن كل صلاحياته للأمير فيصل ابن عبد العزيز وفعلا عام 1958 اضطر الملك سعود أنه يصدر مرسوم ملكي يتنازل فيه عن كل صلاحياته للأمير فيصل ابن عبد العزيز لكن رجعت الخلافات مرة تانية في الرياض بعد ما حاول الملك سعود أنه يستعيد صلاحياته مرة تانية ورفض أنه يوقع الميزانية الجديدة للدولة اللي أقدمها له الأمير فيصل ابن عبد العزيز وده تسبب في أن الأمير فيصل ابن عبد العزيز قدم استقالته وقبلها الملك سعود وبيئي الملك سعود هو ملك السعودية ورئيس مجلس الوزراء لكن في اليمن عام 1962 تحصل ثورة 26 سمتمبر ضد النظام الملكي ويتم إعلان قيام الجمهورية اليمنية ويهرب ملك اليمن الإمام محمد البدر على السعودية علشان يقود المقاومة ضد الجمهوريين من هناك ورح جمال عبد الناصر أعلن دعمه للسوار وللجمهورية اليمنية الجديدة فرح الملك سعود طلب من الأمير فيصل ابن عبد العزيز أنه يرجع مرة تانية علشان يواجه المشكلة دي بسبب خبرته السياسية الكبيرة وشاف قال سعود أنه لو السورة اليمنية نجحت وعبد الناصر حط رجله في اليمن فده هيشكل خطر على نظام الحكم السعودي وعلشان كده بدأت الحرب اليمنية ما بين الملكيين اللي بدعمهم الأمير فيصل ابن عبد العزيز والسعودية ضد الجمهوريين اللي بدعمهم جمال عبد الناصر ومصر وراحت مصر بعت 70 ألف جندي لليمن وصرفت السعودية ملايين الدولارات لكن ما كانش فيه أي طرف من الطرفين قادر أنه يحسم المعركة لصالحه واستمر الوضع على كده وفي السعودية عام 1964 أصدر مفتي المملكة العربية السعودية المفتي محمد بن إبراهيم آل الشيخ فتوى بعزل الملك سعود بعد ما رفض أنه يتنازل عن سلطاته للأمير فيصل ابن عبد العزيز آل سعود وبكده بقي الأمير فيصل هو ملك السعودية وراح عين أخوه خالد بن عبد العزيز ولي للعهد واستمرت الحرب في اليمن ما بين الجمهوريين اللي بدعمهم جمال عبد الناصر والملاكيين اللي بدعمهم الملك فيصل لحد عام 1967 ففي عام 1967 هجم الاحتلال الإسرائيلي على مصر وشوريا واحتل الجولان وسينة وكل فلسطين في الحرب اللي تسمت بحرب عام 1967 أو حرب النكسة فتم عقد قمة عربية في الخرطوم حضرها كل الرؤساء العرب واعلن الملك فيصل ابن عبد العزيز دعمه لمصر وسوريا وفلسطين في الحرب ضد الاحتلال الإسرائيلي وتم الاتفاق ما بين مصر والسعودية على حل المشكلة اللي في اليمن بأن مصر تسحب قوتها من اليمن والسعودية توقب دعمها للملكيين وإن المشكلة اللي في اليمن يحلها اليمنيين نفسهم وانتهت الحرب اليمنية عام 1970 بانتصار الجمهوريين واعترفت السعودية بقيادة الملك فيصل ابن عبد العزيز بالجمهورية اليمنية وقدم الملك فيصل ابن عبد العزيز مساعدات لمصر وسوريا والأردن بـ 80 مليون جنيه استرليني علشان يستعيدوا قوتهم مرة تانية بعد النكسة وفي فلسطين عام 1969 يروح مستوطن يهودي يشعل النار في المسجد الأقصى وده خل الملك فيصل ابن عبد العزيز وملك المغرب الملك الحسن الثاني يقترحوا إنشاء منظمة المؤتمر الإسلامي واللي هيكون العدف منها حماية مصالح المسلمين والدفاع عن المسلمين بشكل عام وعن القضية الفلسطينية بشكل خاص وفعلا تم تأسيس منظمة المؤتمر الإسلامي وبقي مقرها مدينة جدة وفي مصر عام 1970 يموت جمال عبد الناصر وبقي محمد أنور السادات هو رئيس الجمهورية واللي بدأ يستكمل الخطط علشان يشن حرب على الاحتلال الإسرائيلي بمساعدة سوريا ويسترد الأراضي اللي أخدتها إسرائيل في نكسة 67 وأعلن الملك فيصل ابن عبد العزيز دعمه الكامل لأي تحرك ضد إسرائيل واللي كان شايفها أنها هي العدو الأول للعرب وفعلا تحصل حرب أكتوبر عام 1973 أو حرب تشرين التحريرية وتهجم القوات المصرية والقوات السورية على قوات الاحتلال الإسرائيلي ويبعث الملك فيصل ابن عبد العزيز عشرين ألف جندي لسوريا ولواء مشال الأردن وأصدر الملك فيصل قرار بخفض إنتاج النفط بنسبة عشرة في المية ومنع تصدير البترول بشكل كامل عن الولايات المتحدة الأمريكية وهولندا بسبب دعمهم لإسرائيل والقرار ده اتسبب في أزمة كبيرة داخل الولايات المتحدة الأمريكية ودخل وزير الخارجية بتاع الولايات المتحدة الأمريكية كسينجر يسافر للسعودية ويقابل الملك فيصل ابن عبد العزيز ويطلب منه أنه يتراجع عن قرار وقف تصدير البترول عن الولايات المتحدة الأمريكية لكن الملك فيصل ابن عبد العزيز رفض بس عندنا رواية بتقول أن قرار الملك فيصل بوقف تصدير البترول للولايات المتحدة الأمريكية كان مجرد مصرحية ما بين الملك فيصل ابن عبد العزيز والولايات المتحدة الأمريكية علشان يتم رفع سعر برميل البترول ويتم ربط سعر برميل البترول بالدولار والرواية دي ضعيفة لأن الاتحاسو فيتي واللي يعتبر هو وقتها أكبر أعداء الولايات المتحدة الأمريكية وكان بيمتلك جهاز مخابرات من أقوى أجهزة المخابرات وهو الكي جي بي ما جابش سيرة أي اتفاق حصل ما بين الملك فيصل ابن عبد العزيز والولايات المتحدة الأمريكية وكمان ذكر الكاتب اليهودي إدوارد لتواك أن الولايات المتحدة الأمريكية أيام حرب أكتوبر كانت ناوية تشن هجوم على السعودية علشان تسيطر على منابع النفط وطبعا مش معقول أن الولايات المتحدة الأمريكية تفكر في شن هجوم على السعودية وهي عارفة أن قرار وقف تصدير البترول مصرحية وده نفس الكلام تقريبا اللي كشفته الوسائق البريطانية واللي قالت أن الولايات المتحدة الأمريكية فكرت أيام حرب أكتوبر في أنها تسيطر على منابع النفط في الشرق الأوسط بالقوة بعد قرار الدول العربية والملك فيصل ابن عبد العزيز بوقف تصدير البترول واللي بيعيده رواية أن قرار منع البترول كان مجرد مصرحية بيقولوا أن الوسائق بتاعة وكليكس هي اللي كشفت الرواية دي فبإذن الله نعمل لها حلقة لوحدها والمهم بعد الحرب بزار الملك فيصل ابن عبد العزيز مصر وهناك استقبال المصريين بيفط مكتوب عليها أهلا ببطل معركة النفط وصدر قرار بتسمية شارع من أكبر شوارع مصر على اسم الملك فيصل وهو شارع فيصل في محافظة الجيزة وغنى عبد الحليم للملك فيصل وقال هل الفرح بعهد الفيصل آل سعود ومن أهم نجازات الملك فيصل ابن عبد العزيز أنه كان ليدور كبير في تحرير العبيد ومنع الرق والعبودية بشكل كامل من السعودية وحصل تطور كبير داخل السعودية فعهد الملك فيصل ابن عبد العزيز في المجال الصناعي والمجال الزراعي فبنى السدود وحفر الأبار وكمان حصل تطور كبير في التعليم فبنى عدد كبير من المدارس وبنى جمعة محمد بن سعود الإسلامية في الرياض وبنى جمعة الملك فيصل في الإحساء وبيبعت البعثات التعليمية للخارج واهتم بتعليم المرأة واهتم بالقطاع الصحي فبنى مساشفة الملك فيصل في الرياض وزاد في عهده عدد المستوصفات بنسبة 60% وزاد عدد المراكز الصحية بنسبة 200% وأمر بتوسعة المسجد الحرام في مكة وبعادة فتح مصنع كسوة الكعبة وسلح الجيش السعودي بأحدث الأسلحة وقتها وبنى كلية الملك فيصل الجوية في الرياض وتأسس في عهده البنك الإسلامي وكان بيهتم الملك فيصل بتقديم الخدمات فأسس خط سكة حديد بيربط ما بين الرياض والدمام واهتم بتحسين وسائل الاتصال زي الهاتف والبريد وكمان في عهده بدأ أول بس للتلفزيون في السعودية ودخول التلفزيون للسعودية اعترض عليه الأمير خالد ابن مساعد ابن عبدالعزيز آل سعود وفي رواية عندنا بتقول أنه خرج في مظاهرة في الرياض وحاول أنه يقتحم مبنى التلفزيون فأتلته الشرطة لكن في رواية تانية بتقول أنه ما خرجش في مظاهرة ولا حاجة لكنه كان معترض على دخول التلفزيون فراحت قوات الشرطة علشان تقبض عليه وهناك اتل والأمير خالد هو ابن مساعد ابن عبدالعزيز واللي قلنا أنه تجوز وطفة بنت محمد ابن طلال آخر حكام إمارة الرشيد واللي قلت لكم افتكروا الاسمين دول كويس علشان هيكلهم دور كبير في الأحداث اللي جاية المهم تجوز الملك فيصل سبع زوجات وخلف تمن أولاد وعشر بنات المهم في الرياض يوم 20 مارس عام 1975 كان الملك فيصل بيستقبل بعض المسؤولين وكان منهم الوفد الكويتي اللي فيه وزير النفط الكويتي عبد المطلب القازمي ودخل الأمير فيصل ابن مساعد ابن عبدالعزيز آل سعود ولما قام الملك فيصل علشان يسلم على الضيوف راح الأمير فيصل ابن مساعد ضرب الملك فيصل بتلات رصاصات جاءت رأسه فمات الملك فيصل في الرياض وكان عنده وقتها 69 سنة وحكم السعودية 11 سنة ونيجي هنا للسؤال المهم هو للأمير فيصل ابن مساعد أتى للملك فيصل ابن عبدالعزيز وهنا عندنا أكثر من رواية الرواية الأولى بتقول أن الأمير فيصل ابن مساعد كان مختل عقلياً لكن الرواية دي مش صحيحة لأن الدكتور اللي كان بيدرسله في الولايات المتحدة الأمريكية سام زاخم قال أن الأمير فيصل ما كانش مختل عقلياً وكان شخص عاقل ومتزن والرواية الثانية بتقول أن الأمير فيصل ابن مساعد أتى للملك فيصل ابن عبدالعزيز بتحريض من الولايات المتحدة الأمريكية بسبب قرار الملك فيصل بوقف تصدير البترول للولايات المتحدة الأمريكية في حرب أكتوبر عام 1973 ونروح للرواية الثالثة والربعة واللي فيه بيقول أن الروايتين مع بعض هما اللي تسببوا في أن الأمير فيصل ابن مساعد يقتل الملك فيصل ابن عبدالعزيز في الرواية الثالثة بتقول أن الأمير فيصل ابن مساعد قاتل الملك فيصل ابن عبد العزيز علشان يسأر لمقتل أخوه خالد ابن مساعد واللي قلنا أنه كان معترض على دخول التلفزيون وتأتل في عهد الملك فيصل ابن عبد العزيز الرواية الرابعة الأمير فيصل ابن مساعد هو ابن وطفة بنت آخر حكام إمارة الرشيد محمد ابن طلال في الرواية بتقول أن الأمير فيصل ابن مساعد قاتل الملك فيصل ابن عبد العزيز علشان ينتقم من سقوط دولة أخواله الرشيد على إيد آل سعود المهم في الرياض بعد 82 يوم من اختيال الملك فيصل ابن عبد العزيز تم إعدام الأمير فيصل ابن مساعد بالسيف وبقي خالد ابن عبد العزيز هو ملك السعودية علشان تتقفل صفحة الملك فيصل ابن عبد العزيز وتبدأ صفحة تاريخية جديدة شاركونا برأيكم في التعليقات ولنا عايزين الفيديو اللي جاي يكون عن إيه وبإذن الله هنزل التعليقات دي في نهاية الفيديو اللي جاي ولو شايفيني ان الفيديو ده أضف لكم معلومة جديدة اعملوا عجاب للفيديو واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم شعار بكل فيديو جديد ينزل على القناة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة